نظامنا المصرفي أو المالي بصورة عامة ما اعتمد على قوانين قديمة جدا يعني ما صار عليها تحديث لحد الآن يعني المصارف الحكومية تقريبا مقيدة بقوانين الحكومة والقوانين القديمة ما عدها استقلالية بالعمل ما عدها ممكن أن تستثمر أموالها في عدة مجأة أو حرية الاستثمار أضف إلى ذلك سوء الإدارة لأكثر المصارف الحكومية ويعني ظهور كثير من المشاكل الإدارية وحصول بعض الهفوات وبعض خلي نقول نوع من أنواع الفساد هذا كله يعني أثر سلبا على ثقة المواطن بالمصارف الحكومية لذلك يعني واجب اليوم أن يدخل التحديث والتكنولوجيا الحديثة على المصارف الحكومية خاصة يعني على اعتبار هذه تمثل يعني جهة حكومية يتعامل معها المواطن في الداخل وفي الخارج يعني للأسف للأسف نحتاج الكثير من العمل على هذا القطاع نحتاج خبرات يعني لها إمكانيات واسعة هو هذا السؤال استاذ هاتو يعني كيف نعزز الثقة ونعيد الثقة يعني بين المواطن والمصارف لا سيما يعني تعرف جنابك أنه أغلب موظفين العراق اليوم يعني هم موظفين بالدولة وراتبهم يعني موطنة بهذه المصارف شون ممكن أن نعزز هذه الثقة مرة ثانية نعم أنت يعني إذا إحنا جبنا ناس خلنا نقول مواكبة للعصر مواكبة للتطور الحاصل في المجال المصرفي والمجال المالي تقدر تنقل لنا التكنولوجيا الموجودة في العالم وليس من الصعوبة يعني إحنا نشوف الدول الجوار يعني عندها من أحدث التقنيات اللي موجودة هسا في مجال المصارف يعني التبادل المالي بين المصارف بالخارج والداخل يمر بسهولة جدا ما عدم اللي موجود في العراق صراحة ضل على النظام الورقي لذلك نحتاج إلى كوادر تعمل على تحديث المعلومات وتحديث التقنيات والمضي بما هو جديد كل ما هو جديد يواكب العالم يواكب التطور ما معقول الناس وصلت إلى أنه يعني أنت في بطاقة هذا البزنس كارت أو الأي تي ايم أنت تقدر تستخدم يعني كل أغراضك ما تحتاج إلى شيء لنقد بجيبك هذا في معظم دول الجوار إلا العراق اليوم العراق يعني نادر ما تحصل أنه أنت المواطن عنده هذا الكي كارت يستلم بيراتب وخلاص ترجمة نانسي قنقر